كما أكد رئيس سيسي أن القارة الإفريقية تتطلع للمزيد من الشركات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية ودع رئيس سيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعيير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الداخل تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لإحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التنمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرائين الدول الإفريقية كما اغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التنمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة وحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء خاصة في زل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من إحكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة